بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول حاجة هتجيبها هي المية العادية خالص هتحط كمية من المية بعد كده هتجيب معجون الدهنات اللي هو البدرة أو السفيتو أو السطنايت تمام تمام أو اللي اندويه وحتبدأ تلونهم اللي بتلونها صغيرة كده أنا بلونها عموما عشان خاطر التبان في التصوير لكن انت مش لازم تلونها الصراحة يعني بعد كده هتبدأ تقلبها كويس ما تخليها شتقيلة أو يخليها يعني وسط بعد كده رولة دهنات يا معلم أي رولة دهنات ومش تشعر هتخش تاخده من أي قضاء عندكم في البيت بس ما تقولش لحد اللي أنا قلتلك وبعد كده هتبدأ الرولة بعد كده هتبلاها كده من الخلطة الجميلة اللي انت عملها كده وبعد كده هتبدأ تدهن بيها بطولي واحدة جنب واحدة واحدة جنب واحدة زي الفل زي الفل وبعد ما بتخلص الحتة ديت هتبدأ تعيد عليها تاني بحيث انك تسويها الحبيبات اللي هي طالعة معاك تتساوي معاك كلها تبقى كلها مية واحدة بعد كده يا باشهل مشت بتاعك الحلو بقى استنضف انضف مشت عندك في الدولاب ودواير نص دايرة كلها عليك هي نص دايرة لا اكتر ولا اقل مضوع سهل خالصة نص دايرة حبيت تعمل دايرة كاملة هتبوز الشوق فخليك في النص دايرة حلوة ومعقولة وزي الفل بنفس الطريقة دي كده بعد كده هتجيب لأي رولة بارز موجودة في كل حتة تبدأ تبلهالي بالمية أو بالزيت أو بالطنر او اي حاجة من دي وتبدأ تمشيها زي كده بالراحة بكل حنية هتبدأ تضع معاك الرسمة اللي هي عليها وتختار اي رسمة انا هنا واخد رسمة كده غريبة الشكل ممكن تقول عليها وردة 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 رسمة وردة وكده بالشكل زي ما انت شايف طبعا بعد ما خلصنا كده هتنتظر 24 ساعة يعني يوم تمام تمام وحنبدأ بعد كده هنشتغل في الصنفار بالسنة يعني بيوريكم يعني شكلها هعمل اي من قريب ومن بايدي يعني هي كده بعد 24 ساعة بالزبط اللون هتغير وجفت صنفرتك الحلوة وابدأ صنفار لي دواير يعني احنا شغالين نص دايرة صنفر دواير دواير أفضل دواير وما تضغطش جامد بعد كده هتلي اللون الاسود مش لازم يسود على فكرة يعني ممكن تستعمل اي لون تاني غير الاسود دا يعني بس انا خدليني اعملت الاسود بعد كده الاسود بعد كده الاسود بعد كده الاسود اي 8 كيلو من عند اي حد دوت حب اضغيرين خالص لحنا وحادسة فنجة المطبخ اللي عندكم في الحوض وع الهوى كده خالص ما تضغطش جامد بس هي لمس ومشيها مع الدايرة حتتهلك البارز وطبعا الغطصان مش مدهون قرب يعمل شفاب الكاميرا عن محمود زي ما انت شايف كده او على اي غطا لو ملاقيتش غطا خد غطا الحلة بتاعت الحاجة بتاعت اي حد وحط عليها شوية الدهبي وسفنجة المطبخ اللي عندك جوه من غير ما حد يشوفك ومسع زي كده البارز اه ممكن تستغل بالفد عالفكر ما سامح حدي بيسألني ينفع اي لون انت عايش بس انا بفضلك يا الدهبي يا السلفر غير كده ما تعملش وده زي ما انت شايفين الشكل النهائي للدكور طبعا في منه المادة اللي هي المعجونة اللي احنا عملناها دي بشوات مية وشوية بودرة في موجود منها جهزة اسمها روشان لكن لنا برهالك دي حاجة تكلفة بسيطة تقدر تعملها بنفسك وبرده لمشت الشعر في بداله فرشة روشان للخطوط الدوائر دي موجودة برده شان ما حدش يقول مش موجودة وتحياتي لكل الدول العربية الجزائر المغرب سوريا فلسطين اليمن السعودية مصر العراق الامارات البحرين كل الدول العربية واليمن واعذرونا لو اي حد نسيته من الدول العربية المحترمة اي حد ان نسيته تحية له وكا انا معكم اخوك محمود الحلواني مصري مكيم بالرياض السعودية والسلام عليكم وبرحمة الله وبركاته